مرحبا أصدقائي شلونكم يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة رجع لكم اليوم بفيديو جديد والتكملة الجديدة القصة السودر أو أطفال سودر الغامضة واليوم راح نكمل لياكم الجزء الثاني اللي ما شايف الجزء الأول خلات لكم الرابط مع الجزء الأول بصدق الوصف ادخل علي وروح شوف الجزء الأول حتى تفتيه مش روح نحكي بهذا الجزء كالعادة اللي ما مشترك بالقلان تشترك بيها فعل جرس تنبيهات يلا رح نبليش بالقصة كلي الأحداث ومنفارقات الصالات قدرت الشرطة تلقي القبض على اللص اللي قطع خطوط الاتصالات مع الهواتف عائلة سودر بيوم هاي الليلة المشؤومة اللي صار بيها الحريق وقال لهم هذا اللص انه أنا تشيني تناوي أسرق جيران بيت سودر مو بيت سودر نفسه لكن عن طريق الخطأ قطعت خطوط الاتصالات مع العائلة سودر لكن السؤال هو اللي كانت الناس تدردده شنو السبب وشنو الصدفة اللي خلت هذا اللص يقطع الخطوط مع الاتصالات مع البيت عائلة سودر بنفس الليلة المشؤومة اللي صار بيها الحريق وبدأت الناس تسأل هاي الأسئلة لكن بالنها لكن هذا اللص ما ثبتت علي الأدلة وبدأ يطلع من السجن لأن ماكو أي دليل علي انه هو اللي حرق أو خطف أطفال آل سودر وبنفس الوقت ايضا قدرت الشرطة تصل للمتصلة اللي اتصلت بعائلة آل سودر بيوم مقوع الحادث بالساعة 12 ونصف ليلا وبعدها منتصف الليل وقالت لهم هاي الأمرأة انه أنا اتصلت بالبيت عن طريق الخطأ وما أعرف أصلا هاي العائلة شنو وشنو وضحها ومن اللي خطف أطفالهم ومن اللي حرق البيت وأيضا بقت القصة بيها لغز وبيها لغز غامط مو بس لغز بسيط وين راحوا الأطفال هل هم مختطفوا أم انه الحريق أكلهم وبقت القصة لحد الآن تأخذ مجرى ثاني وما حد يعرف الذول الأطفال وأيضا ظهر هناك هواي من الشهود ووحدة من الشهود هي امرأة سيدة عجوز تبلغ من العمر تقريبا ستين عام قالت للشرطة أنه أنا شفت بليلة الحادث أطفال عائلة سودر بوحدة من السيارات وبنفس يوم الحريق وبالليل يعني تقريبا بالساعة الثانية ليلا أو الساعة بالوحدة ونصف ليلا وانطلقوا بمكان وما نعرف في الراحة بس أنا ما كنت ذولة أعرف الأطفال الخمسة هما يتبعون الآل سودر إلا بعد الحادث بعد ما شفت صورهم تأكدت أن هما ذولة هما الأطفال نفسهم وأيضا كوحدة سيدة تشتغل بوحدة من محطات الوقود بمدينة فيتيفيل قالت أنه أنا شفت ذولة الأطفال راكبين بمقطورة وياهم اثنين من الرجال واثنين من النساء ويعاملوهم بعنف ومن ردت أسألهم وقالهم ذولة شون الأطفال لأن أنا شكيت بهم هما أطفال سودر بدأوا يحكون إياي بلغة بريطانية وبلغة إيطالية النساء يحكين وهي اللغة غير مفهمة بالنسبة إلي وبديت أتجاه الموضوع وعفتهم أيضا أكو شخص جيران على سودر وياه بنفس المنطقة وقال له بنبرة تحذيرية أنه يوم من الأيام هذا الصندوق مع الكهرباء راح يتسبب محرق بيتك بالكامل فبدأ جورج سودر يقول شنو الوضع يعني مع كل صندوق الكهرباء هذا مال المنزل بفتخل الكهربائي أو تماس كهربائي راح يسبب محرق بيتي بعدها جاب عمال الصيانة وشافوا وتأكدوا أن الصندوق مع الكهرباء اللي يحكي عليه ذاك الشخص سالم تماما وما بأي مشاكل أدت إلى حرق المنزل أيضا قبل كم شهر أكو شخص يجي الجورج سودر وقال له أنه هاني من شركة التأمين وهي وثيقة تأمين لازم أنت تشتريها إجباري لكن جورج سودر رفض أن يشتري هاي الوثيقة مال التأمين وبدأ ذاك الشخص اللي يشتغل بشركة التأمين يحكي يا جورج سودر بنبرة تحذيرية مخيفة يقول له هذا منزلك سوف يملأه الدخان يوما ما وأطفالك سوف يتدمرون جورج سودر طرد من المنزل وقال له أنه أنا ما أخذ هاي الوثيقة مال التأمين وبعدها نغلق المحضر مع الأطفال سودر من قبل التحقيقات لكن جورج سودر وزوج تجيني ما فقدوا الأمل وعلى يقين تام أنه أطفاله ما محترقين وهم مختطفين لكن ما يعرفون من المختطفهم وشلو الأسباب ورا هاي الدوافع مع الخطف عام 1948 كان جورج سودر جاي تصفح وحدة من المجلات اللي يقرأ بيها وشاف أنه أكو بيها بني تشبه بنت بيتي بالضبط ولا مو بس تشبهها أنه هو متأكد أنه هاي هي بنته نفس العيون الزرقاوان نفس الشعر المجعد نفس المواصفات كاملة وبالفعل ركب السيارة مالتها وانتقل لهاي المدرسة اللي هي واقعة بنيونيورك وبعدها عرف أنوان بيتهم وراح لأبوها وأمها لكن أبوها وأمها رفضوا أنه يشوف هاي الإبنية ورجع بخيبة أمل مرة ثانية هذا جورج سودر وزوج تجيني أبدا ما فقدوا الأمل حتى بعد غلق السلطات للمحظر ما القضية مالتهم وجورج سودر قدم مكافئة قدرها خمسة آلاف دولار وقال أنه اللي يلقى ذوله أطفالي أو يؤدي إلى خبر بيهم أنه أنا أمطي هاي الخمسة آلاف دولار وبعدها يضاعف المبلغ إلى العشرة آلاف دولار وشأن هذا المبلغ كبير جدا بالنسبة ذاك الوقت لكن أيضا بقت المفارقات أنه ماكو أي دلة ثابتة تثبت أنه وجود أطفال سودر بأي مكان الأماكن أو أنه أحد شافهم بالضبط ويندل مكانهم وين وبقت خيبات أمل تجيب سودر وتودي جيني حتى بعد ما غلقت الشرطة المحظر مال القضية مال أطفال سودر بقى سودر هو وزوجته جيني يبحثون على القضية والسر وراء أطفاله وأيضا قدم مكافئة قدرها خمسة آلاف دولار وبعدها ضاعف المبلغ إلى عشرة آلاف دولار لأي شخص يقدم فد معلومة تؤدي إلى أطفال سودر أو أي معلومة تشير إلى مكان بخيبة أمل جديدة وما يعرف مكان أطفاله وين بالضبط وكانت الإبلاغات مجرد مقترحات من الناس حتى يأخذون الجائزة القادرها خمسة آلاف وعشرة آلاف دولار 1968 بعد مرور 23 عام على الحادثة مع الأطفال سودر طلعت زوجة سودر اللي هي جيني تريدي تروح تجيب البريد من صندوق البريد اللي صاير قدام بيتهم ولقيت بيه بريد وصورة والشاب يتراوح عمره من 30 إلى 35 عام ومكتوب على المظروف البريدي لويس سودر أنا أحب أخي فرانكي فأخذت هاي الرسالة وبدت تركض راحة تزوجها وشافوا هي الصورة هاي تشبه بشكل مطبيعي الواحد من أطفالهم اللي كانوا مفقودين بليلة الحادث مكتوب على المظروف لويس سودر وكان لويس هو واحد من أطفال عائلة سودر بعد ما شاف المظروف جوج سودر شاف الصورة تأكد أنه هذا هو واحد من أولاده عينان بنيتان شعر مجاعد يعني نفس المواصفات اللي مال ابنة اللي تنطلق عليه بفترة الثلاثينيات من العمر وكان متأكد من هذا المظروف أنه يحتوي على دليل يشير إلى ابنه وكان المظروف بختم من ولاية كينتاكي فانطلق إلى هاي الولاية يبحث عن ابنه لكن بالنهاية أيضا غلقت القضية وما قدر يعرف ابنه وين أكو أسرار بالقضية محد يعرفها شنو وأكو شخص يتلعب بجيني و سودر ما يعرفونه وبالفعل حول البيت القديم المحترق إلى حديقة وعلق به صور أطفاله الخمسة المحترقين بعد ما طمره بالتراب ونظفها وحولها إلى حديقة وعلق به صور أطفاله الخمسة كاملة وبعام 1969 رحل جورج سودر عن هاي الدنيا وراح بحسرة وما يعرف شنو مصير هاي الأم جيني تبدي تبحث وثقل حزن كاهلها وبقت تلبس الأسود حتى آخر يوم بحياتها اللي انتهب عام 1989 وأيضا رحلت عن هاي الدنيا وما تعرف شنو مصير أطفالها وبقى حسرة داخل جورج سودر والأم جيني تبعد وفاة جورج سودر والأم جيني بقى وأبنائهم الخمسة المتبقيين يبحثون عن أطفالهم حتى تساقطوا واحدا تلو الآخر وكذا ما تساقطوا أطفال أهل سودر واحدا تلو الآخر ما بقت إلا الطفلة الصغيرة اللي كانت أمها تحملها بليلة وقوعها الحادثة وبذيك الليلة المشؤومة بقت هي بس هاي الطفلة سيليفيا اللي اللي حد هذا اليوم هي تبحث عن أخوانها وتعتقد أن دول أخوانها اختطفوا ولم يحترقوا ظهرت هواية من النظريات حسب ما قالوا الخبراء على قصة أطفال سودر ومنها أنه كان هذا جورج سودر أنه هذا الشخص يكره موسيليني كره شديد وكان يشيع هذا الكره داخل المنطقة وكانت الناس تحب موسيليني في ذاك الوقت فكرروا ينتقمون بمكان موسيليني وهم وبدوا يخطفون أولادهم وحرقوا المنزل حتى تضيع الأدلة عليهم وأيضا وحدة من المفارقات ووحدة من النظريات قالوا أنه هذا جورج سودر كان يشتغل بالفحم وكان ينافس تجار الفحم الكبار بذاك الوقت وانتقموا أيضا من عنده حتى يخلونا يطلع من هاي المنطقة ويخطفون أطفاله وهم يبقون تجار فحم المسيطرين على المنطقة الهنانة تنتهي قصتنا اليوم وانتظرونا بقصة جديدة إن شاء الله بأقرب وقت ممكن يومين أو ثلاثة يام إن شاء الله هنشيركم بقصة جديدة قصة عراقية حتى تبوحدة من المدارس العراقية وإن شاء الله هتنالعجابكم كالعادة لما مشترك بالقناة تشترك بيها ويفعل جرس تنبيهات اضغط ان لايك تعليق مناسب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك بيها